اه؟ السلام عليكم و جانب لكم في حلقة جديدة وهذا ما رأى عن وان بيس لذلك خلونا نبدأ فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق حلقة 922 من الحلقة المميزة فيها مشهدين أقوياء جداً وفيها مشهدين متوسطين ومشهدين خفيفين أول مرة أشوف تنويعي جميلة الحلقة اللي فاتت جابوا لنا صورة من أغلبة المانجو وهالمرة جابوا لنا لا تنويعا صراحة عندهم تنويع في تبريد الأحداث هالمرة مميز الحلقة اللي فاتت أعطيها الصراحة 2 ثمز أب ما قد أعطيها 10 من 10 وهالحلقة برضو أعطيها 10 ثمز أب الحلقة هذه كأحداث بالنسبة لي أحلى من الأكشن فأول شيء رح نبدأ التعليق عليه هو الزور آخر شيء شفنا في زور أنه كان ضايع أراكم سفينة ومعاه واحد وجه غريب في السفينة هنا تبين أن زور فعلاً ضايع وأنه حسب ما فهمنا من كلامه مع الشخص هذا اللي اسمه ياسو المتملق أعطي زور الأكل والشراب في القارة فزور رح محل للقمار قاعد يقارب عشان يعوض له فلوسه نفس موقف اللي شفناه من فجيتورة ربس فجيتورة بالحكي كان يتنبأ النرد شنه أو بقدراته اللي يعوضه فقدانه لبصره يعوضه في إذنه وما إلى ذلك زور التركيز الوحيد عنده عينه يشوف النرد وين وقف لأن هذا الشخص اللي عنده النرد يمسك النردين كذا يرميهم فهو يشوف وين دخل النرد يسمع الصوت وين يجمع الحركات هذه كلها بقدرته ويفتح عينه الخط الأحمر اللي تشوفونه في عينه وهو نفسه اللي جاء لما قاتل تيبون قاطع السفن لما كانوا يحين ينقذون روبن في حدث الإنس لوبي وجاههم هذا على القطار اسمه تيبون قاطع السفن طلع الخط الأحمر لما جاء يختار سيفه اللي هو سيف الملعون طلع الخط الأحمر كان هذا في حدث اللوكتاون لما اخذ السيف الملعون الثالث لما قاتل هالي اللي تستخدم الثلج في حدث سيزر ما كان اعتقد اسمه ليس شقر اخد شقر نسيتش كان اسمها هالي أيضا لما قاتلها الجليدية طلع الخط الأحمر والحين طلع الخط الأحمر في البداية لكن تنبأ مرة مرتين ثلاثة وقعد يفوس وقراروا يستخدمون الغش إنه واحد بس بالدبوس يغير النتائج هنا زور فتح عينه كاملة فتح الخط الأحمر هذا ليس هكي الخط الأحمر اللي في عينه ليس هكي كان موجود عندها من قبل لا يدرب على الهكي هذي قدرتها كسيف وقدرة رعب اللي يبثها اللي يبثها في مونت اخذ شقر اللي اسمها مونت كان قدرة رعب ولم تكن هكي لأنه جرحها مرتين زور أول جرح بالهكي نزل دمها ثاني جرح اللي أرعبها مبعافها ترجع تلتم على بعضها فهذه قدرة العين عندها هذي قدرة لعينة ملعونة قدرة خاصة معادي هذي شي بيبين قدام فزور قاعد يستخدم القدرة هذي بشكل الحين قاعد يلمح للكاتب تراها بطل على شي قوي وخلاه يستعرض على هؤلاء في الأخير قررنهم يهاجمونة لما قررنهم يهاجمونة لا الموضوع توسع أول شي فتح عينة كاملة واستخدم اسلوب بدون السيوف وكان يستخدم اسلوب مارة في لوقتار نعتقد واستخدم اسلوب مارة برضه في قتال العصابة ما كان عنده سيوف استخدم هالاسلوب اللي مقوي يدينا بيده هكي وضرابهم يعني يزوروا ترا بدون السيوف لا توح قوته كاملة لكن إنسان يعتمد على السيوف هذا لما أقول لك شي الفرق بين السيوف والمقاتل الكامل المتكامل زوروا سيوف لكن لا فاقد سيوف يقدر يقاتل في مقاتل متكامل ضربه بالسيف وضربه بدون وضربه بمسدس المقاتل المتكامل الذي لا يعتبر سيوف مثل ريلي ريلي شفناه الضربة قوية باستخدام رجلة في صد كيزار وشفناه رصاص اللي في المارين فورد قاعد يقنصبه قناص يعني استخدم رجلة صار كأنه يستخدم الفنون القتالية فالمارين فورد لا قناص لما تقاتل مع تنين مع وحش البحر لما كان رايح اللوفي يدربه في أمازون ليلي وسبح في الحزام الهادى قتل التنين بيده الرابع لما جاء لوفي يحهب بعد السنتين من الأرخبين وجو المارين عرسل سلاش شق الأرض شق كله من بعيد وجاهم قال لهم ما أنصحكم تعدون الخط اللي أنا أرسمت لكم السلاش سواه بالسيف فقاتل بأربع سليم في أربع مواقف حاسمة فهذه يسمي مقاتل متكامل مش سياف ما ينافس ميهوك لا ما ينافس سنجي لا ما ينافس أبو أسوف بالقنص لا هذا متكامل ما عنده مجال معين ينافس فيه هنا 80% هنا 80% هنا 80% هنا 80% فمهما كانت السليبة يقدر يتفوق خاني يجي نقيس على زور زوره في السيوف الآن هو متمكن قتاليا بالنسبة لنفسه 100% بدون السيوف 50% أقل 50% يقدر يتمكن زوره سابقا لما كان يعزل من السيوف ما يقدر يسوي شيء الآن عزل من السيوف الرجل يحط في يده هاكري يضرب ضرباته ما يهمه خرج من نادي القمار فأش سوى أول شي شغل عينه تركيبه أول شي شغل عينه وصارت الهالة الحمرة عليه مش هالة الهكي ريب النفسي ومشغلها متقابل الهالة الحمرة مع عينه فعنده عينه والهالة الحمرة بعدين كسى نفسه بالهكي ووجه ضربة اسمها زلزال التنين الضربة قسمتهم مكعبات لكنها لم تجرحهم شمعناها نفس اللي سواه ريلي لما قاتل الفيل مع لوفي في أمازون ليلي أطلق الهكي من يده وأصاب الفيل داخليا هذا أطلق السلاشات حق قتب الهكي يجرحهم بدون لا يقطعهم قضى عليهم بدون لا ينزل منهم قطرة دم تفوق يا زور عشر لعشر الحلقة من هالنقطة شي رائع بعدين بدأ يتحرك زور رجع أخيرا من ضياعة رايح على عاصمة الزهور لكن بيمر على مدينة وقال لهذا المتملق رحينا هي مدينة فعلا الأثياء رح تعف لما ندخل ليش هي مدينة الأثياء لكن أنا من هذه المدينة هذا الشحات كيف يقدر يدخل المدينة هذه إذا هي مدينة الأثياء مستحيل يسمحون له شفنا في حدث هذه الأوريان أو الأوريان أن يمنعون بعض الفقراء من المدينة هذه يحتقون فهذا كيف يقدر يدخل المدينة هذا شي بيبين قدام هذا أول نقطة قوية النقطة الثانية اللي عن الشوغن بتكلم عنها بعدين الحين خلونا نمشي حبة حبة كارت هذا مشهد بناء كارت قاعدة إهي مع كل اللي جايين مع إنوراشي يهربون الأسلحة والطعام يسوقونه ويسوقون التهمب منه بأشردوجي شو تنمارو ليه؟ عشان يغصبونا بحيث إنه قراصينة الوحوش يهجمون شو تنمارو ليش تسرقنا شو تنمارو أنه ما سرق تكون فيبدأ يتقاتل معهم فيجبرون أنه يتقاتل مع قراصينة الوحوش أنت معي غصبا عليك أنت معي كأسلوب استفزاز وإن راج يقول لات يعني لات لومة يقول حكييمون لات لومة ترى ما عليه عقدين عايش هم عشرين سنة قال أنا عارف بس خلاص نحن في محلة ما في مجال للشرف في التعامل لازم نقضي على كايدو ننتقل إلى فرانكي فرانكي كانت مهمتها أنه يحضر المخططات يتجب بعد فترة من عمله تحت هذا النجار اللي من عائلة نجارين عظيمة أنه قبل عشر سنين باع المخططات باع المخططات على رهنها في محل رهن محل رهن باعاها مدي عالمين واللي باعاها راح عطاها هدية واللي خذتها هدية آآ عهدتها الشخص وهذا 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 إلى أن سرقت اللي سرقها شخص ملذم من مدينة كوري المدينة اللي فيها الثورة فمنه الشخص هذا اللي لازم يتم البحث عنه لما تم التلميحة شخص جرسوا على كنجو طبعا مش كنجو لكن كنجو قاعد يبيع السمك اللي يوسمهم هالأشياء ويبيعها على الناس قاعد مادي شون يعتاش به الطريقة وهل فعلا تؤكل السمكات هذه ولا لا تؤكل هل فعلا يبث الحياة في كل ما يرسمها ترى هنا مصيبة إذا كان يستطيع بث الحياة في كل ما يرسمها فشنه الحدود اللي يتوقف عندها فاكهتها هل يستطيع أن يرسم لي على الجبل كايدو برسم دقيق أو بغير رسم دقيق فهل بس بتكون فيه مجرد الحياة ولا بكون فيه كامل القوة لأن هذه السمكة قاعدة تؤكل وتؤخذ يعني فيها جميع مقاومات السمكة وقاعدة تتحرك كأنها فيها قدرات السمكة فإذا كانت السمكة هذي بتقدر تسبح بعد ما يرسمها فإذا رسم كايدو ولا رسم شخص وين حدود قوتك يا كانجو هذي لازم نعرفها ننتقل للي بعدها الشوغن يا إلهي لقاء الشوغن مع السايفر بول شنه اللي أنا شفته هذا لقاء الشوغن مع السايفر بول هي باختصار وانو مدينة مكتفية ذاتيا وفي علم السياسة والاقتصاد المدينة المكتفية ذاتيا حتى لو كانت متخلفة حتى لو كانت متراجعة حتى لو كانت نائية حتى لو لم يكن لديها حلفاء لا تستطيع اسقاطها مدينة مكتفية ذاتيا كحصون قوية أما أنها تبني لها جدران أو كلها تيارات مائية زيوان ويتحميها هذا واحد التحصين اثنين السلطة على الشعب إما سلطة عادلة أو سلطة ظالمة همشي وجود سلطة على الشعب ثلاثة الاكتفاء الاقتصادي بحيث زراعة عندي صناعة عندي علم عندي فن عندي حرب عندي أوكي خلاص فجاء هذا في وانو والحين زاد لنا تحالف كايدو عندي فهذا كاكتفاء ذاتي مستحيل تمنعني من الأكل أنا وجنودي نقدر ناكل الشعب بموت هذا لأنه حاكم ظالم وحقير لكن حاكم العادل هو اللي حصلنا شعبة وجنوده مكتفين فعندي أنا الأكل وعندي اللبس وعندي الزراعة وعندي الصناعة شبتقطع عني بتحاصرني ما تقدر تحاصرني أنا محصن أنا أخرج وأدخل أنت لا تستطيع أن تدخل وعندي حليف قوي فأنت شنو عندك تعرض لي فقاعد يقولهم أنا أحتاج مزيد من القوة فقط ما أنا محتاج منكم شي أنتو اللي محتاجيني أنتو تبوت تحربون القراصنة عن طريق أسلحة تصنعها القراصنة الحين وانو تحت سلطة القراصنة فأنتو بتاخذ من القراصنة عشان تحارب القراصنة سابقا كان عندكم الوسيط اللي هو الجوكر لأن الجوكر كان هو وسيط السوق السفلي ياخذ اللي تصنع وانو من أسلحة سيوف مسدسات أيًا كان وتبيعه وأيضا فواكه اسمايلي تستخدم في جزيرة آخر فكيوتي كان يوفر فواكه شيطان صناعية يوفر مرتزقة يوفر أسلحة ويبيعها على الحكومة وعلى القراصنة الآخرين البروكر هذا أو الوسيط هذا سقط فأنتو حين جاءت تكلمون معي مباشرة أول اتفاقية تبقى تسوونها معي أني أبقي وانو مغلقة لأن هذا شيء من صالحكم أوكي والمعدمان أنا عاجبني أني وانو تبقى مغلقة عساس الصفقات تصلي معكم أنتم فقط أنتم المستفيدين حاليا أنا أبحث عن قوة أبي سفن حربية وخليتكم تجيبونها تعطوني سفن حربية ترى الحكومة تم استفزازها لسفن حربية ثلاث مرات الأول كان دون كريغ في حدث سنجي دون كريغ سرق سفينة حربية السفينة الحربية هذه خليتها يدخل إلى الجراند لاين ويخرج دون العبور من الريد لاين ودون الاطرار أنه يرقى المضيق هذا لأن السرنة الحربية حقية المارين مطلية من تحت بالكايوسكي فوحوش البحر ما تهاجمها فهذه عندها حرية غير طبيعية في التنقل غير التقنيات والأسلحة والبلاء اللي فيها فالسفن الحربية هذه الحالة سلاحة مدمة الثاني بلاك بيرد لما خطف جولاري بني شارط الحكومة على سفن حربية أرسلوا لأكاينو بكبرى أما لأنك طلبت شيء محارم السفن الحربية أو لأن عندك جولاري بني أرسلوا لأكاينو الحين الشوغن الشوغن هذا هو اللي راح وطلب منهم سفن حربية وأعتقد أنهم جابوها لها وقال لهم الماوية الجاي اللي بجون تطلبون مني شيء حطواه في راسكم ويجيبون لي فيجابانك لا أشوفكم بدون فيجابانك قلت لك ايه ماشي قاعد تقول أنت فيجابانك ضربة بمسدس لا تتكلم وأنا موجود يخرب بيتها رسمة حقير دورة حقير أه أخلاقها حقيرة لكن هيبة هيبة الشوغن طف في راسه ولا كلمة أنا قاعد أتكلم هنا انتو ولا شي انتو حثالة عندي وبدأ يخرج في عوانياته أو تنانينة أو الهايدرا يا إلهي ما هذه الشخصية المجنونة طبعا هل راح توافق الحكومة على فيجابانك مستحيل طبعا أنا قلت مزحة في اللايف ايكشن لما قلتها بلب 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 جيبوا فيجابانك وهنا كيزاو وهنا ها لا هذه طبعا مشاعر وقت الانطباع المباشر لم يكن فيها أي منطقية أو واقعية كيزاو لو يجي أو أكاينو مصيبة عليكم المبدأ وما فينا أكاينو اللي هم قال فكوني من وانو لأن هذا هدف التين ريوبي والجورسي لا أحد يحارش وانو إحنا بحاجتهم الحين مو بلي ضعف وللو راح أكاينو أو كيزاو أو قارب الوانو والله لا يدكون دك لكن هي الحليفة الاستراتيجي حقنا الحين وإحنا متورطين إنه الوسيط اللي هو الجوكر سقط فما نبغى نحارش وانو الحين لين نلقى سياسة للتعامل معهم مش ضعفا في أكاينو أو كيزاو لا لو رايح أكاينو أو كيزاو كان بيتغير الموقف مئة بالمئة بس هذه مزحة قلتها وقت اللايف ريكشن لأن هذه مشاعري وقت ما أنا أتابع مشاعري وقت ما أنا أتابع خالية من المنطقية لكن الاكتفاء الذاتي سلاح قاعد يرتكز عليه الشوغن الحين لن يعطي فيغابانك لكن شوفوا الخيوط اللي قاعد الحين تنطبق على وانو واحد إنه من قبل قالوا إنه بيقمم وكايدو قال كيزاو خلنا روح هنا قال أكاينو لتوح نواب الأدميرلات يقول هذا واحد كيزاو نواب الأدميرلات يقولون حقاب حفيدك وعليه الطاقة موروكس اللي أنت كان لك فضل في إسقاطهم اثنين ها هالي ثاني قام يتحرك ثلاثة اللي قاعد يتحرك الحين إنه ابن الويت بير قالت لأمه خنروح الماركو نستهدف ماركو أول بسوح وحطفها سلوفي أيضا أو هي العكس فممكن يتحرك ابن الويت بير ويجي وانه وهالشي رح يسحب منه يسحب ماركو خمسة البيقمم اللي تصلت على كايدو قالت لأنا جاية وقال لأكايدو نجيت يويل وقالت لأنت مدين لي أنا فسرت كلمة مدين لي التصلب الذي موجود حاليا عند كايدو السبب فيه البيقمم البيقمم كان جسدها صلب من صغرها لم تخدش وسر التصلب هذا لابد أن البيقمم علمته كايدو فهذا الشيء اللي يمخلي لكايدو جسمه صلب وهذا هو الدين المنطقي الوحيد اللي أشوف البيقمم تستطيع أن تطالب بكايدو فبيقمم متحركة لما يتحركون هالستة ذيلي كلهم نقطة اهتمامهم لوفي هل سيبقى لوفي وحيد لا لأنه تحركوا في نفس الوقت فرقة اغتيالات خاصة منه باقي اللي هم قراصينة البف تحركوا رايحين للوفي لأنه هرايجين راح خذهم ومتحرك طيب هل انتهينا هنا لا عندنا أيضا تحالف الجيمة ليه لما قلت لكم صج نحنا رايحين الوانو بس الموضوع علمي وبنشوف شي الفيقابانك في وانو هذي نظرية سويتها وكل نقال إش علاقة الفيقابانك وفرانكي بوانو شوفوا فرانكي لحينش طالع عندنا مع النجار شنو الدور اللي بيسويه فرانكي قلالوا خلك لما نشوف لك دور بيشوف دور فرانكي ليه لأنه تحرك فرانكي وفيقابانك كأنا واحد ليه خيوط في الدراما قاعد أحركها حرك شي علمي اللي هو فيقابانك لو مباب الحرش ما هيتحرك فيقابانك بس مباب نيع تحرش في اسم فيقابانك وعندي هنا اسم فرانكي من التحالف اللي ممكن يهرب جنبي أو جنبي هربهم ويجون الجيرما الجيرما اللي لهم علاقة والجيرما اللي لازالوا حقدين على البيقمام والجيرما اللي حقدين على حكومة العالم ويابون يستعدون قوتهم ويابون تحارف أو أسلحة قوية وين ممكن ينقون أسلحة غير الأسلحة اللي تعتمد عليها حكومة العالم في وانو حرك الخيوط لا نصير مجزيم بس على قاب عندنا أيضا الباف لأن الباف لهم التصادم مع البيقمام إذا بدخل التصادم مع البيقمام الجيرما بدخلهم يخب بيت التصادم مركز التصادم هذا هو كله لوفي نص المركز هذا أو 20% من المركز هذا فقط مع لوفي و 80% ضد لوفي هذا لما أقولك تحريك الخيوط كمي ذائع تحريك الخيوط وشفتها في الحلقة هذه القيشة اللي هي أويران وهي تمشي أنا من بدء الحدث تقول لي واحدة شعرها أخبر لابسة قناعة ثعلب قاعدة تعزف فقاعدة أقول هذه ليست مجرد مؤثرات حطها للستيديو لتحميسك للحلقة هذا ما أقولك كيف تتبع خيوط الدراما ليش كمي ذائع تحريك يجبونها كمي ذائع تحريك يجبونها كمي ذائع تحريك يجبونها شوفها 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 طيب شفتها عفظتها من تكون هذه من هذه الفتاة بعدين يلغون دورها ويرحون لي في الفلاشباك على أخة مومونسكي بعدين يبرونك أنه بعد 20 سنة طيب بعد 20 سنة مومونسكي انتقل أختها اختفت أوكي عندي واحدة كبيرة غامضة وعندي واحدة صغيرة مختافية ما ربط بينهم لحد الحين لازلت أقول أنه هذه اللي تعزف لها شي أيش هو فتشوفوا يطول حقا تقول هذا اللي تعزف لها شي هذا اللي تعزف لها شي بس أيش هو ما أنا بعارف أيضا من تطلع بنت أقول هذي ختم مومونسكي هذي ختم مومونسكي هذي ختم مومونسكي من بنات الأكبار وبعدين قامت الخيوط تقترب من بعض تقترب من بعض تقترب من بعض لما جابوها التف تحترب بعد ما شالت القناع وجابوا الأوران قلت إذن أوكي واقفها وطلعت لي بنت ثارثة غير اللي تعزف وغير ختم مومونسكي طلعت لي الأوران هذي بالماضي حقها الدرامي المتعاهد عليه في الأفلام المصرية والأفلام السورية والأفلام اللبنانية والدرامة الخليجية والدرامة العالمية الفتاة اللي تمثل عامل الربط والانتقام من الصراع الطبقي في مدينة غنية طيب الفتاة هذي لازم لها جذور طيب أوكي ذيك اللي تعزف كأنهقيشة وجابه روبا كذا ما رأت تعزف على نفس الآلة ومراعية البيت تعزف على نفس الآلة أوكي تعالوا نربطهم إذن هذه الفتاة هي نفسها اللي كانت تعزف وإذن هي نفسها حقي التوقعين أنها أخي مومونسكي كذا تربط الخيوط لما أقول لك أنا أحتاج خيوط عشان أربطها كذا تربط الخيوط خلاصنا من النقطة جاهل حقا كده وربط لما جابوها تمشي وتلتفت وتتذكر بجأة يجبون لي صورة على مومونسكي يقول أختي هيوري اختفت قبل 26 سنة وأكيد إنها موجودة الحين وإذا هي موجودة عمرها 26 سنة لكن لن أبحث عنها لني لو رجدتها بيكون خطر عليها من الشوغن لازم حسقط الشوغن أول بعدين أبحث عن أختي خلاص التسقط الخيوط مومونسكي تغير شخصيتها شيء رائع جدا ما بيطير عليكم في انطباع أكثر من كده ودي أخذ وعطي معاكم أخذ وعطي لكن الموضوع يحتاج صراحة أني هاد نسوي النقاط أنا عندي موضوع زورو موضوع زورو هذا لازم لنظرية خاصة أنا دائما أسوي نظريات عن زورو وسأو اللعنة اللي عنده فموضوع زورو يحتاج نظرية خاصة إن شاء الله أني أقدر أسويها وأتمنى طبعا جابكم هنا يقول معنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفركم وأتوب إليكم لسأشترك في القناة اللايك وشير شوفكم على خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة